سبور ماكس مع امي مغلنزا مرحبا بكم في حلقة جديدة حلقة السبت سبعة مايه الفين واثين وعشرين عودة لتوقيتنا العادي مرحبا حتى للخمسة بعد توقيت رمضاني كان مرحبا حتى الاربع من حباب الناس يسمع فينا على الفريقان سنتيعنا يتبعون فينا على الفيسبوك دوياف ايم الفيسبوك في بث متواصل 24 على 24 حلقة خاصة بالدربي اخبار الفريقين الأرقام ذكريات الدربي التحكيم وتجربة الفار مع الخبير التحكيمي مختار دابوس بقية موبايلات البلاي اوف والبلاي اوت بلاغ بلدية سوسا فيما يخص ملعب سوسا ونجيبر الموعد مع التاريخ في نهائي دورة مدريد سبور ماكس مدري 3 الخمسة مرحبا انتو ما تسمعوا في سبور ماكس مع امين غلانزا من المسلفة للخمسة بشكو معاكم امين غلانزا في الميكرو ويسام في الاعداد امين في الاخراج سوفيان وسليم في اليرثام تيفي راوي عامل الوافي في السيت ويحذر معاي كالعادة اليوم نجم النجوم فخر الجنوب الأبرز في عالم الإذاعة في عالم التلفزة ترق العسادي مرحبا مرحبا بي كامين ان شاء الله عيدك مبروك بضيوف الكرام الولاد وكل مستمعات مستمعية تقريبا 24 ساعة والاكتر شوية تفصلنا على مباراة الدربي المباراة اللي استنيوا فيها الجماهير الرياضية الكل في تونج مش كان جماهير الافريقي ولا التارش اي حكينا برشا على الكواليس في الدربي هذية وان شاء الله الولاد طوا يحكيوا على الجنوب الفنية لانو خرجنا ياسر بالموضوع وللأسف هذة هي كورتنا طوا عشرة حداشنا عام نحكيوا برشا على الاربيتراج على الاكسراء سبورتيف لكن شرهم لابد منه لازمنا اليوم بخاطر برشا تشكيات من أحباء الفريقين نحاولوا نرفقوا بيناتهم الزوزو وان شاء الله يكون دربي به الافضل في عالم البيزنس الرياضي خورخي من ديس العالم العربي مرحبا 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 بي كمين مرحبا بلولاد مرحبا بجميع المستمعين ريولة قطيت عليه تودرت على من ديس لا يرحمه ربي يستر نعطيه عامين في دي شو أربع سنين أربع سنين نحنا نحكيوا عنه مين هذا خطر أكبر في العمور من ريولة دونك نعطيه عامين في دي لا هو الحقيقة رومين وريولة ما كانش لها بروحوا برشا فيما يخص عاداته اليومية عاداته الغذائية وكل دونك الحقيقة هو أنا يعجبني أكثر وكيل عمال يعجبني في العالم الملعبية اللي يتعقد معهم طريقته في العمال اللي زيدا قريت عليه برشا ريولة ما يخدم مع جواريته ما غير من ده ثقة متبادة من مينو ريولة من مينو ريولة وملع بيته وممكن زلتان بشيكون ممكن الخليفة متاعه وعليه خطا مينو ريولة فابيو كنافارو الكورة التونسية سوليت وجوليت مع الترجي الرياضي التونسي العربي جيبر مرحبا مرحبا يا مين مرحبا بكامل المستمعين مخوني مختار سلامة طارق إن شاء الله فوي نعديه وحسب بي إن شاء الله سمعت بيك عندك فريق لا يقهر أكيد أو سلامة يعرف خويج يتفرج ديما عصادي يتفرج ترى ميلعبش ملعك كان يلعب هو عنده يصابة طوى على مستوى الرقبة لذلك مانع لي الكورة طوى راحة تحبلوا شوي فوتينغات شوي بيباراسيون بشي يرجع فوق بلازطو معنا بجاء في مملعبي اون اكتيفيتشاكي ولي قالوا لي راو العربي معادي شعايتنا معنى النبو متاعنا ما يسمحش بأحب شهلا نلعبو ضدو هكا بتكستو تيواني لسخ بصيف ملل الجماعي لسخ بصيف يقول تلعبي في جمعياتي ياخو ينا ندخل ملل الكورة عرفتك اللي نرعبو الراوح بالتعبو لذلك سليماتاو لازمو شوي شوي ريجيم شوي فوتينغات شوي مشي يرجع معنا اخويت هو يرجع بالصيف بالغولة يرجع عندي شكومش يحكى عليك برش على تاريخك وعلى الكمورتمون بتاعك في التيران الحكم من السابق بيررويجي كولينا العالم العربي مختارد ابوس مرح بي مرحبا بيك ومخبود محمد عربي طارق نتمنى وتكون حسى طيبة وتصير الاستفادة للمستمعين لا نتحدث عن تاريخ محمد كنا نرى حاضره قدرت عليه في تكويرة في المنزة لا لا وقعد يضحي لم تكملتش التكويرة ها ذيكا مع جمعة الحومة ها نتقل لك جمعة الحومة نحنا نتاوروا بجنابة موقفنا مش تفرجوا في العرب كان درجة كمل قلت له نجين زفر لكم وقال ليه لا زفر على حد شيء وجايبين ربيتر تعرجم أنا ربيتر رو سخفني قلت له قص يزير وحفظ الكرم ما عاش تفضل ذيك هاكا ويضحك ويعرفه فرجنا فيه قصين على تكويرة كريم تيرانش فرجوا في السلام وكل مشكلة موجود فيها السلام شو يعمل الشو محمد سامن رغم أنك كان ملاعبي ممكن ما كانش يعمل مشاكل لكني تشكى ياسر هاكا السلامة ها هو الحاجة الباية فيه قلت له لك في اللوف السلامة ما يقول لك اشتراي ماش كفرون كان كتب له الكفرون مصحوبة بحامرة ولا بصفر يقول لك صحيحة كفرون فماش دم فماش كفرون بشي تحق بينا ملاعبي من العرف الدربي ملاعبي من النادي لفريقي بشي يكون معانا بعد الدقاق غيب علينا وسامة السلامي نسلم عليها بارشة بشي تحكي وياسر على الدربي اليوم في ساعتنا الأولى وبشي تحكي بزرعة مباراة البلايوف والبلايوت فاصل صغير ورجعين بعد لحظة انتو ما تسمعوا في سبور ماكس مع ايلون بلانزا ماذي 53 دقيقة عليها ثام هذه سبور ماكس نحكيه على الدربي العاصمة بين النادي الافريقي والتراجي رادي تونسي النادي الافريقي هو الفريق اللي يستاذيف في ثالث جولة من البلايوف تراجي متصدر 9 نقاط النادي الافريقي في المرتبة الثانية برسيد 6 نقاط محمد مباراة مهمة للفريقين نظرا للترتيب التراجي اذا ينهزم هو النادي الافريقي يفوز يصبح عندهم نفس الرسيد من النقاط التراجي كان ينتصر يصبح الفريق 6 نقاط ناجموا قولوا ان المباراة هذي بش تحدد ممكن بالنسبة كبيرة مسير البطول مش بتحدد مسير البطولة لكن مقابلة مهمة جدا وكي ما قلت انت الحاجة يعني اللي عنا برشا برشا عوام ما ما شوفنا ايش في الدربي انو بشكون دربي مبين لول والثاني دربي حاجة اخرى معناها في السيستام دو بول والارتكل 22 المواجهات المباشرة مهمة مهمة جدا دونك مبعد خاطر في كلاس موك يبدوا دو زوز جامعيات اكزيكو يشوفوا الكريتير لول دونك مقابلة مهمة برشا ما بين لول والثاني ان شاء الله نشوفوا مقابلة بها هل سارتو على المستوى الفني على المستوى الفنيو وعلى المستوى الهجومي في البليووف باشناعتيكم شوية أرقام مباريات فيما نخص هجوم الفارقين العربية التراجي سجل 3 هداف في زوز المقابلات الإفريقي سجل هدف وحيد زوز انتصارات التراجي بتبيع وانتصار وحيد للنادي الإفريقي الواضح العربي كيتشوف أن التراجي سجل 3 هداف فقط والإفريقي سجل هدف أن الفريقين نظرا للنتائج اللي حقا تربح 2-1 وتربح 1-0 بالنسبة للتراجي وتنهزم 1-0 ثم تربح 1-0 للنادي الإفريقي أن العطاء الهجومي والمردود الهجومي يثير الشك بالنسبة للزوز فيرا صحيح فليما تقارن لديوزيكيب يصنع أكثر فرص حسابيا نلقاه ترجل لتونسي ممكن التجسيم ليس قاعد حاضر في المباراية الأخرى لكن لديوزيكيب يقعد ديما عنده شهر ممتع القصص هو كلاسي الأول أو كلاسي الرابع يقعد ديما في شهرم يقعد ديما في حماس يقعد ديما في يقعد تاريخ بين الأنديا يوجد اسم كبير ويوجد إليه ويوجد ترجل لدينا لذلك يقعد على مباراة بين المتصدر بين الفوال وهو الترجل لتونسي واللغة كلوب افريكان بسيس بوان. دونك ادخالينا بشوفوا مباراة اه كبيرة برشة ومباراة يعني تليق بالفريق بالفريق نظومها. مالجري اللي يعني لديوزيكيب يعيشوا نفس الحالة يعني الهجومية. كلوب افريكان في اخر في اخر مباراة كانت فايعة عديد من الفرص. والتراجل الذي تونسي. اه من اول موسم قاعدين يعني يشكيوا من نفس المشكل اللي هو يعني اه تجسيم الفرص. اه بوان انا نقول ممكن الاسبرانس اه غدوة يعني عنده فرصة اه مو صارحة الجماهير تيها اللاعبين يعني بش يصالحوا الجماهير. بعد الخيبة اللي صارت امام ستيف والخروج من الكأس رابيط الابطال الافريقية قدهم عنده فرصة بش يصالحوا اه دربي عنده نكهم تيوه يقعد في التاريخ يقعد في الاذهان يقعد يعني يحكيوا بيه العباد. دونك اه ولو انه ميعوضش رابيط الابطال الافريقية. لكن اه اليوم فرصة امام زادة المهاجمين بش يكونوا اه انفورهم يعودوا يحلوا صفحة جديدة مع جماهي التاريجة تونسي. يخافف من خيبة الامل اكيد اذي بالنسبة للتاريجي اللي يعاشوا ظروف صعيبة بعد الانسحاب ضد السيف. بالنسبة للنادي الفريق نادي الفريقي دون الشك يطمح للفوز باللقب. ذاك الوبجكتيف. بالنسبة لأي فريق كبير يلعب البلايوف. شوف امين رو من سنوات معاشناش يعني منافسة في البطولة. بدنك تحب يعني ترجع للارقام. ترجع من دميل كنز ولا دميل سيزة. ديمة هو قاعدة التوج. ومثلا ماشي منافسة يعني. فما بطاة الكلب افريكان. لتوال. لكن في السنوات الاخر اذي حقيقة تتقال. اه الاسبرانس ديمة هي يعني البنكور في الاخر. اه اليوم الميني شمبينات اذي خالتنا نعيشوا يعني لحظات ممتازة لحظات جميلة باش نعرفوا اه غدو اسكو الترجع لتونسي باش يهرب يعني على 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 كلب افريكان. فيو المبعد عندو بانجردين وعندو عندو عندو في رادس. دونك كان يربح يعمل نسبة كبيرة اه في مرحلة التتويج ويحط ساقيه يعني بيك دي بيك دي امام البطولة. وقال كلب افريكان غدوة معناها كان يعمل ريزولتات بها وينتصر. يخلي التشويق اه في البطولة ذي. اللي من سنوات مرينها هوش بصراحة. دونك الماتش اه مفتوح. اه مالجري الاسبرانس اقوى على الورق. لكن يقعد دربي اه يعني عندو احكاية مسبقة عندو جماهير وعندو اه كلب افريكان تلعب امام جماهير تاحة. اللي حافز معنوي. ولو انو ترجل تونسي امين اه كتبدا تلعب امام فريق يفتح اللعب. ويعني وحب يسجل وقت ترجل تونسي وينلقاه يعني اه اه يجيب برشة فرص. شوف اه اذاك لم يخصني انا. بان بوتترا هم يعجبش برشة عباد. اما اما حسب رايي انا. ترجل من اول عام التوا وينتصر امام فرق كبيرة النجمة لدي السياح. تخلق خمسة وستة فرص ورحين. لو كان غضوة اه مهجمية ترجل تونسي يكونوا مركزين ويكونوا في اواجع طان تاحهم ويكونوا يعني كونسنترين يسرتو فاة. نجم ترجل تونسي تنتصر بنتيجة عريبة. اه اه احكينا على الهجوم تارك بشنخلي لك حرية التعليق بعد ما نستعرض بعض الارقام بي اه اه اربعتاشن جولة من المرحلة الاولى في الربط المحترف الاولى وزيدهم جولتين في البلاي اوف يعني ستاشن جولة النادي الافريقي يسجل اتناشن اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بلال العيفة هدفين هذوما اللي سجلوا هداف النادي الافريق بالنسبة اللي سجلوا هداف التراجي برمضان هدفين بن حمودة خمس كوفي هدف على المرزوق يزوس الفادع هدف سبر بو جرين هدف العرفيوي هدف برريما هدف الميمون يزوز هدف كولي بلي هدف كونتي هدف شعليلي هدف الهوني هدف كولي بلي هدف هدف ضد مرميها كان ضد النادي البنزارتي وامين توجاي سجل هدف كي تسمع الأسماء ممكن يسجلت في الفريقين شنوه ممكن الاستنتاجي تخرج به بأهم نقطة أنه فهمة مشكلة هجومة في زوز في رقمات هذية باعتراف المدربين كنت حضرت أنا الندوة الصحفية ليراذيج عادي ومنتصر لوحيشية مع أنت بعد الماتشويت متاع التارجي والإتحاد المونستيري ثم نادي الأفريق والإتحاد بنغردين فهم قناعة بجانب هذية لكن في وجهة نظر متاعي كما ألاحظ كل الأرقام هذية أمين تلغى صحيح ممكن تشوف في الأرقام أنه التارجي فهجوميا أفضل معنا في الأرقام ولكن الحصيلة لتعنيقات كانت 27 نقطة للتارجي في المرحلة الأولى مقابل 25 نقطة لنادي الأفريق الزوز خرجوا بثلاثة نيقات يعني الكلام هذية يلغي كل الفوارق ثاني حاجة لهمية متاع لقاء دربي إنجم وانت عربي يكونت ديفونسير حسن بدربي غيرك في نادي الأفريق حسن بدربي يعني غضو مستنىش أنه إيدو ولا يسين شماخي ولا بريسيون النقطة الموك اللي خرجنا عليها نحن تأوه في البلاتو بشكون فهم الضغط كبير برشا على التارجي والأفريقي لأنه سينا لقاء الاتحاد المنسير ونجم الساحلي نجم خرج لك واحد بثمانين لقاءت غضوة دونك بشو حطي بريسيون على كلوب أفريقان بستة وبرسيون على التارجيب تسعة جي بيناتهم الزوز معنا إذا ربحوا واحد منهم اليوم شوالية ثمانية بالنسبة لي ما زال ما تلعب حتى شيء من لو أنه أنا مما على الأسف ماذا بايا كان جو المتشوي تكون يتلعبوا فرد وقت بو لأسباب تنظيمية أسباب تخص البنية التحتية زادة هي فقيرة وفقيرة جدا حتى أمني نعرف ناس كل غضو لأنه ثم بشكون معتها وجود أمني كبير برشا في 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 تونس فما زادة دربي الساحل من وجود أمني كبير برشا دونك اللغة مع الإجريات مع البروتوكوليات الموجودة دونك الدربي موش بش شوفه بنتصورش أنا حاسب من نذكر وأنه بش نشوف برشا أهداف كبيرة في ظل الضغط اللي تخلق إعلاميا وخاصة على التحكير حتى الحكام وغدوة وكل لقطة وانتها سمحني وشوفوا نسخة أنه من حكامي زفر برشا فوتات معنا بشي بشي منع ترحونا احنا بلغتنا هذا بشي أثر على جمالية اللعب في المقابل من نجموش ننكر اليوم أنه حتى النبرة انت على الكلام انت عموا تصر له حيش وردج عايدي تحس أنه فما نوع من الاستيالة أحط معتها عليهم نقضي كبير على الحكم انت رميت الكورة نقضى عنهم همهومة نقضى عنهم همهومة نقضى عن التضييح نعرف ونحن اليوم حتى واحد يكذب عليه كامين اليوم وغدوة النجم يغفر لها كل شي إلا الخسارة ضد التارجي وإلا الخسارة ضد الفريق وحتى اللعب يبيتهم ديما عندها وقعة كبيرة خسارة ضد الفريق الجارس وإلا الفريق السواء للتارجي والفرجة والأداة الجميل بالنسبة لي آخر دربية كان 2010-202 قبل الثورة في غدوة لنرى ماتش تاكتيك كبير كل واحد يخاف عنه متشئم يسر أنت هذا هو الواقع أنت اليوم سمعتش في الأربع يام سمعتش واحد من الزملاء والمحلين والمدربين نحكي على الجنب الفني إن شاء الله إن شاء الله يتقى غدو جنب الفني لأنه أربع يام نحكيوا عن الإكسراء سبورتيف نحكيوا عن المخرج نحكيوا عن الحكم نحكيوا عن الفار حتى اللي عام نزل يقرأ في اللي سي ولابس مريولة كلوب والتارجيب اللي نحاسبه فيه نحن نحكيهم بعد شوية على حكم الدربي وعلى المساعدين وعلى الفار وعلى الإخراج وإذا كلك نقبل نحب نسأل مختار في الجولات السابق نحكيوا على الأثناش الأربع تارش نجولة في المرحلة الأولى وحتى جولتين البلايوف كيفاش ريت مردود الحكام ضد التارجي وضد الإفريقي هل تم حرمينهم من نقاط مهمة ممكن خليتهم بأقل نقاط في المرحلة الأولى والحاتف اللي زمبرية اللي فيت أمين نقذ لي الحكام نجموش يكونوا معصومين من الخطأ صارت أخطاء للإفريقي ولا للتارجي اللي رينا في المرحلة هذية نقص الجولات خلى الحكام يغلطوا أقل وشرينا رينا قريب العشرين حكام داروا في البطولة كانت وطوزت الحكام بالتاريقة هذية وفي البلايوف الحكام زيادوا زيادوا العدد المتاحهم تحب ترحب بشرف بعد نرجع لك مثال شناخذ الرحب بشرف أشرف الزيتوني اللعب السابق بالنادي الإفريقي مرحبابي شكرا لتلبيتك الدعوة نعرف وانه كانت في ظروف استثنائية وجاءت ماخر شوية والحقيقة كان مشيكون ضيفنا اليوم محمد السليتي اعتذر لأسباب عائلية في اللحظات الأخيرة وإحنا زيادا كنا ناوين أن نستدعو أشرف زيادا في الحصص القادمة أشرف شكرا لك لتنبيت الدعوة وشتحويلك سيح الحمد لله الحمد لله رفخي بعد تجربة ليبيا تعود إلى أراضي الوطن هكو الحمد لله كنت في ليبيا وتوجعت التجربة كيف حمد لله مش خايبة واحد تعلم منها حاجات وإن شاء الله نرغبوها افتقدنيك شوية في البلاتويت الإذاعية والتلبزية كان عندك وقع أنت في البساج صحيح كلامك صحيح الحمد لله ساعة جيني دعوية ساعة نرفض ساعة تبدأ عندي ظروف عائلية كنت خرج الوطن الزيادة من نجم كنت نحضر وإن شاء الله من إذاعاتكم وإن شاء الله بلاتويت إن شاء الله مرحبا بك ومش نحكي وكيد على الدربي أنت عرفت الدربي وسجلت في الدربي مع النادي الإفريقي نرجع لك مختار كملي على الحكام على المرحلة السابقة قلت لك في المرحلة السابقة قرابة عشرين حكم نحكي ونحكي على المرحلة هذية نلقاه ثلاثة جولات الحكام بيدهم قاعدين يتعاودوا طارق حكم معنا اللسامي لكل سواء حكم الفار يكون يعينهم يصين حروش وانا شفت بعد ما يعين حكام التيناء يبقى والحكام اللقاء يعينه ما يصين حروش اللي بربي بالمناسبة هذه لحقي هل أنت هل أنتك سمحني اعتراض على التعيين هذا ولا كيف إش مفهمت فهمت بس المرة ومش يكون تنسيق بين هشام يلزم يكون فما تنسيق خطر أنتك أعطيتني الانفورمسون فما حاجة نجالها أنا في الأوروبا ولا في بلايس اللي أعنى فيها تجربة الفار قديمة تصير التعيينات بالطريقة هذه ولا هي كما قلت لك هل تونيزيان يعين في حكام بس هو رئيس لجنة تعيينات زادة ولا شنو التيتر متيعو فهمتني رغم انه قام بمجهود كبير أمين رأي ياسين حروش وكان رأي وقال راني كنت بش نعمل سبق في فهم وكنت راني مش تكلم في فهم بش نحن على الظهر بترخيص مسايد رئيس الجماعة معنا لحقي قمت عربي معاودوش اتصل به هو قال يرى اتصلت بالجامعة تنسي ريكورت القدم قالوا لي بيهي وك اخذي ترخيص ياسين حروش ويسير ورزين ما اتصل 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 من عندكم جدول الاتصار ياسين حروش واني قلت هنا ومستعد مجر ما تكش كل ما تعرف عليش خط تصل بي لذا الكل ترجع المناسق العالمي متاع الجامعة قالوا انت ارفض اذا 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 حضر حروش حبي وجل التحية وقل رو مجود كبير عملتو ومجر لم تعددت كما انت حبيت اذا اذا عددت رينا فار بي ان شاء تكمل البطولة وان شاء تكمل دربي اذا نحكي شوية دربي حكاية طارق وحكاية عربية وحكاية محمد وحكاية اشرف انا اريد دربي وعش دربي اذا دربي ما نجمو انت نتيج دربي محرز الملك يحذر روحه واحد واحد وبيل وبيل مسكرا يقول دربي انا التوصي اللي اعطيت المحرز قلت دربي عكس المقابلات الاخرى الحاجة اللي انا خايف عليك فيها يقول انك لم تفعل دربي اذا جوار تبدأ العصاب وانا جوار يقرب لك لا لازم تستعمل برشة تخدم تحكي بشوية ولكن باراليل ما تعد النشر للمقابلة الدربي كما الارمتر يحذر روحه راو جوار يحذر روحه الرا مثلا في الكليب اللي نشحوا في الدربي ممشو لدي الكليب ما عشوش دربي ومصغر ما عشعر اشرف مازال جاء العام اللولاني مركبون مستحيل مراد الهفلي بنتو بالرأس من أقوى العبيد اللي يشاركوا في الدربي ويحذروا بطريقة بايا وسامة السلام بالحق هو اللي جاء الحب ولا تكره عامة اللي جاء وسامة الكليب هو وزقو الله يرحم روح صار شانجمون في طريق الدربي بالنسبة للنادي الافريقي ترجل ياغذي مثلا نحكي على عياتي تحكي على بسام عبيد لو تحذر دربيت أو حد لك حبيت لو كان يكون فما زوش جماهير موجودة فما فار وفما عرس غالب ما لجمش يكون ملعبية متخصة في الدربي توينا مثلا أحسن باعي والهدف التاريخي للدربي بتسعة هدف مهاجم النادي الافريقي السابق كانوا يحكي ومعنى شنو يحكي كإداد هنقول بلغت كول يجي في الدربي ماركي هذا اللي الناس معنا ممكن على أحسن باعي أمين نحن محضرنش عليه أحسن نحكي عالجوارات اللي موجودين لأ يعطيتك الإجزامبر هاي مانا يحكي عليه مثلا اللي حضروا في الفترة هذه كان موجودين أنا نحكي مثلا عن النادي الافريقي زهير الذوادي هو من تقول لك مشهول النادي الافريقي معنا جاء من القروة معنا اللي جاء خارج النادي الافريقي أسوال الحديقة هما اللي نشحوا في الدربي ويعرف يحضر دربي أشرف أكيد تتابع في النادي الافريقي دائما شنو اللي ريت ممكن عجبك في النادي الافريقي منذ بداية الموسم شنو ممكن النقاط اللي يلزم يتحسن فيهم النادي الافريقي ونقاط ربما ما اللي تحدث الفارق في مباراة غدوة ضد التراجي في دربي العاصم واحدة من أهم المباريات أكيد في مباراة حتى برشعبات قالت مغير معنا إقناع مباراة قبل دربي ينجم مباراة مباراة حتى من مجردين حسب المعلومات اللي عندي شوية اللي يكون حاضر في وصل المباراة هو يربح المباراة التراجير يمكن يكون عنده غيابات حسب ما في باري يمكن غير المالعبش وممكن تريكي عنده احمد خليل معنا في الدربي دي مطقة حضر 100% غندري كان مشارعة في الوسط زادة لليل العنزون يمر بفترة طائبة غندري من المنتظر أنه يكون مدافع محوري كان حمز العقربي مش بشلعب بشلعب بوامو مش طائب شوية ساكون 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 حتى حتى نجيك تخلط بحدي كان خمس بشلعب كان بحامز العقربي غندري بشلعب بشلعب حمز العقربي غندري بشلعب دوك حسما نتصور معنا موسط الميدان اللي بشلعب في الدربي بالنسبة للتراجي العربي تراجي ممكن يلزم يتحسن في المباراة القادمة شنو نقاط التي ستحدث الفرق غدوة لفريق قبل كل شي فما ما ننساو غدوة تراجي عندو العودة بوغرين او الحاجة عندو الديفنسور بدران وعندو محمدالي بنحمود دوما يعني توليث اللي بشيكون حاضر يعني مهمين بشا في الإكيب ويصنعون لك الفرق في أي وقت كسو بدران سو بلاريت وقال بوغرين باس دي سيزيف وقال يعني بنحمود اللي شكفة وين يغيب وهو ينلقى حل في بنروندان وقال بنحمود نتصور راضي عندو حلين يأما يلعب بالكاترواترواء اللي هي يعني الكلاسيكية بدباه يعني أول موسم وينتظر شوط الثاني كامشاة لامور أو كسبون يعني يلعب ثلاثة وسط الميدان وثلاثة مهاجمين سواء يأخذ معناها الانيسياتيف ويبدل معنا من رسم التكتيكي يلعب 4-4-2 يتخلى على خط على واحد من خط وسط الميدان كسواء غيران كانوا يعني ما عندو بلسور أو بالرمضان اللي هو سيئب يعني يعني أنتش تعمل أنتش تعمل أنتش تعمل أنتش تعمل كيفاش تتعامل بعد مج نظرا لأخذ بعين الاعتبار للرسيد البشري اللي عندك ويكون رزين في المواقف هذه على خطر يعني الدربية دي ما تحب ولا تكرم يبدل شوية اللاعبين اللي دخلوا اللي جاوش زود دوما يعني كسواء بدران ولا بغرين ولا بن حمودة كان الشوطة الثاني ما يعني ما تماش تجسيم فرص وترجي قعدها قعدها تلعب يدخل معنا إيدوه ولا بن حمودة والولي يلعب قد قد دو ويخرج يعني آمله التيران باش أكيد كخاطر شوف وقت اللي تصنع فرص متمركيش يزمن تتلقى الحل وإلا أخويا تصبر على المهاجمين اللي عندك وتعرف الترجي لا يصبروش لأهلا لا يقدر اخسارة غدوة دونك تدخل لأمور بعضها بالنسبة للترجي فما نقطة هامة جدا اللي حكينا عليها قبيلة بشكل لازم يقرأ لالف حساب اللي هي نوبر دي ترانجي خاطر كسو سواء في كسواء في خطر بالنسبة للقانون جديد أنه لازم يكونوا كوليباليب بوغرين إدو إيوالا والهوني إذوما سبع دونك يجب تنقص واحد ودخل ملاعبي تونسي يجب خمسة لازم ستة معي ثابت غيلان الشعليري والورقة الثالثة لإنضار الثالثة لخذي منتصر التريكي لأمور معاقدة نوعا ما لترش بالظبط ظاهر أنه وسط الميدان مش يكون كوليباليب رمضان وبوغرين دونك نتصور فما 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 تغيير على مستوى الأجانب وكسو سوا في اللي كيبتيب ولا حتى بعد الشانجمان نتصور بدلا مش بشي لعب نتصور حتى خليلك العب عمال استبيلتية مثلا ما شاك الساداجة في التالي يلعب العلعب ستريكت معناه حتى مورا المان في ديربي وماشا يخلي العب وشت يشت 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 أما نصور بدلا مش بشي لعب خليل شمام وخليل شمام يعني مليع بيعرف يعرف يعرف التعامل الفني المدرب منتصر لوحيشي ممكن في مباراة الاتحاد المونستيري ذات فريقي يدربه من أحسن المدربين في تلك القدمة ونسية فوزي بنزارتي ثم المباراة الثانية ذات الاتحاد بانجردان لفاس بها ناديل افريقي اثر هدف رائع لنادر الغنري كيفاش رائد التعامل الفني المتصر بانجرد التعامل الفني نتصور هو نفسه لما حالا العب على الكوتي بسيكولوجيك أكثر منها العب فني ترح اتحاد بنجردان بعد دفات معناها خائبة من أول جورني نتصور غدوك يلعب على الكوتي مورا البرشة معناها منصورش في شباد البرشة حاجات كما قدت حسب الفرميسيون والديربي معناها لا علاقة بطرح بنجردان ولا علاقة بطرح المستير ديربي تعرف حاجة أخرى إن شاء الله كنتين وراء اللي عبتوا نفس نفس معامل الجمهور اللي بشدة معهم برشة إن شاء الله يكونوا في المستوى يقدموا المطلوب إن شاء الله تارق بما نحكينا على الرطار الفني للإفريقي منتصر لوحيشي انتقادات لا يدع في حق منتصر لوحيشي من جامهير الإفريقي في الفترة الفارت كيف ترى الانتقادات هذه في حق منتصر لوحيشي فيها الجانب من الصحة أكيد أنه فما جمهور الفريقي ينتظر لأنه مستوى كبير لكن الحقيقة ديما واضحة لأن ثنائية لدى ونتيجة غير متوفرة في تونس حاليا في حتى فريق الترجل تخلق برشة فورس فما نجاعة تغيب في برشة لقاءات وخاصة موش الانترنير بشي عبتي مركي سرطول لدى درنيه متاع الكلوب سمعت الكلوب منموم ستة فورس شوات حمت هديف كيف كيف معناها إدو دو كنتران وإوالا كيف كيف معنا موش الانترنير بشي عبتي مركي ذوما فما حاجة وفما حاجات مش صحيح فما كان متقلق من أداة برشة ملعبية ونفس الشيء حتى في الترجمة راذج عادي قال نحن راذج عادي ركز ياسر على الكلام على جانب المعنى والذهني بعد الاتحاد الملسطيري قال نتجاوز في تدعيات وفاق ستيف وكان واضح أنه تأثر وخدمة أكثر على المورال لكي يحرر الجمعية في المقابل منتصر الحسابات تعرف أنه يسخون يحب يخدم هذا عادي جدا لو أنه حتى جمهور كليب يتخلق ويقول أنه تحترح الموضوع قبل ليلة الدربية لكن الفراذية هذه ما تروح في الترجمة بالأفريق ونعود ونقول أنه مسير مدرب للأسف في تونس ونحن المتش هذه ما فهم مشروع رياضي حسابيا وبالأرقام منتصر حالين في المركز الثاني ومش بعيد على الترجمة ومش بعيد على الترجمة في المرد الأولى راضي عادي كيف كيف معنا متصدر أنت ترى أنت ترى مرضية نتائج الإفريقي مقارنة تنبل بالرسيد البشري المتوفر لمتصر نحن لا فراضية الموسم فارد نلغيها لأنه نادي إفريقي لعب على التيوح مرة في مئة عام معنا مايش بش تتكرر ومش بش كون تجري مر بظروف صعيبة برش صحيح معنا عادي وهذا هي شكرناها الهيئة لأنه خرجت النادي خاصة أنه مشروع مادي وإنقاذ أكثر منه رياضي اليوم أنه نادي الأفريقي يلعب على الأقب ما يلعبش هذي سياسة ما بين الهيئة والإطار الفني الكلام اللي تصدر ما تنجمش رياضي تلعبش على الأقب في نادي الفريق ما تفقين فيها لكن لا تكون تبالغ أنه تصحح اليوم أنه أنا مش نهز بطولة ولا حتى ترج ولا لطوال ولا سياسة لا فرصة يزيد على الكلاس نادي الفريقي رياضي هو إنقاذ مادي وفهم ألعب في نال كوب هاي والأ في الاربع الكبار اللي نحكي وعليهم توا مختار ما تنجمش تقول ما نلعبش على الأقب ما تنجمش تجيل للجنهير وتقول نادي الفريق في أدعس حالاته وشوفنا كيفاش منع في آخر جورني والعب على الأقب إيه ما تحط ضغط سلبي وانتي تعرف الظروفك المادية ما خلتكش تجيب ملعبية من الطراز العالي وما فهم في الفراق كل ملعبية من الطراز العالي اليوم معنا أنت على ذكر الملعبين من الطراز العالي يعني نحب نسأل محمد بما أنه الأكثر خبرة في مخصص الانتدابات والقيمة التسويقية والملعبية الأجانب الأجانب اللي في الفريقين سواء في النادي الفريقي سواء في الترجل التونسي نحب تقييم للملعبية ذو ما محمد بو إلى حد الآن أنا في الشمبيونال كل كما قلت أنت يبار جوارات المستير ما فماش دي زترانجيلي تعمل فرق تعمل الديفيرنسة اللي تحس أنه أجنبي خير من الجوار تونسي فمت في الترجل يفهم أبو جرين اللي غاب عنده فالراجوتة بها لكن الديوزة تكون صورتو صورتو إيوالا 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 عنده مشكلة بتاع بتاع بريس ديسيسيون واضح إيوالا رو 23 سنة 427 ألف أورو قيمة انتقال للترجل دي تونسي معنا 427 ألف أورو هذا مريب مليار وستمئة مليار وسبعم مليار وفلوس بالضبط إيوالا ديما يخو شوال غالط وقت اللي يجب يتريب اللي يجب يتريب يتريب الكورة اللي حتى هالو برمضان معنا كانت عنده دو سوليسيون ظاهر تاخذ ماتش الخرين يصرتو إلى إيتي كاتس رفيك وخذي بار شفو رس وقايت معنا بش يرتاح شوية ويرجع روحو عنده كاليتي فيزيك عنده كاليتي متاع متاع فتس لكن معنا القالي هذو مهو مش تاع فريق بش يرعب لتاك بلاسي دوميني متاع متاع كل ماتش مش تلقب لك متاع يعني سمحني غلطة في الكاستينج نوعا ما نوعا ما نوعا ما أحكيلي على أجانب النادي الافريقي مثلا أجانب لاتمش قاعدين يلعب ساسمو رودريك رودريك كوسي ك سابو كان معنا رودريك كان يعني معنا 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 على البدج اللي جي بي على الفلوس اللي يخف بيها معنا ركريتما به الباقي سابو بوين د انتروج خاطر الجوار تشوفوا كان فالور سور في شامبينا بتاع تونس في السياب كان من أحسن لاعبين في البطولة بوكس تو بوكس معنا يمركي معنا الافريقي ثلاثة ولا ربع عصابات يمشي المنتخب يلعب تتولير يمشي المنتخب مع النيجا تتولير يرجع هون مصاب إلى حد الآن ما قدم حتى إضافة لاعبين الجزائري ما لعب حتى واحد فيه ما انت تعرف هم لعبين الجزائري ما استحقوش يلعبوا في الفريقي ولا الله يشوف فالور انترانسيك نبيل العمارة في الملدية من أحسن لا تروجوش في بطولة زي معنا ما في حتى كلام والجا عملت كيف كيف تروك تبليسير وربع ذربي بالحسيني كان هدف الدوري الجزائري هو جيد من قطر العام لقبله البيوتور تعال شمبيونات زير معنا النمره عشرة وبيوتور فما نوع لغز يعني ميستيريو شوية مع البطولة ممكن منعرش خطر الظروف في الفريقي المريق لما تأقلم ما تأقلم مع البطولة ما تأقلم مع التلويق يعني فريق كبير فيه بريسيون لكن كإضافة ما فمش إضافة أشرف انتي العبت مع ملعبية أجانب كبار العبت ضد ملعبية أجانب كبار مثلا كان في البطولة التونسية وقت انتي تلعب كان فهمها عبد المومنجابو كان فهمها في التراجي أفول يعني منعرش ما يكري الرامو وخلطت عليه ولا يكري ملعبية كبار ملعبية بالحق ساعات ملعبية أنا يحكيوا لي مثلا ملعبية كانوا يلعبوا ضد الجاب والحاج قبل روح أبار حتى الناحية الأربع الأكبار قبل حتى في رق الأخرى فما سليم سيسي في حمام لابس عبس 19 سنين سسمه لاتاكون اللي في المرسى الطويل باتريك كزادي قفصة قفصة القفصة اللي حقلوه مشال الإمارات بابا جورج صحيح قبل كانوا اللي زيت رونجي شوف القانون متع جوار الانترنسيونال و معطا حتى أوكله معطا حتى أوكله في اللي زيت رونجي الحقيقة مقارنة بيننا جانب في وقتك أنت وقت أنت لعب في البطولة تونس أولا جانب الحاليين الحقيقة قبل اللي لعبت معهما سواء سواء معايا معنا تحس تم قيمة حتى حتى تتحكي مع جوهر متع الاسبيرانس بعد ما تروح من الماتش ولا حاجة تتكلمه في التليفون يبدأ يحكي لك على الجاب ويحكي لك على الموشي يحكي لك على الجهور معنا يقول لك ما لفران عنده ما لفنت ما لفراب فهمت سواء حتى في الاسبيرانس يعني كتباركال أقبله حتى في المركاج كنت معنا في اللي كورني نعملونا مركاج معنا أقبل كان ثم قيمة ثم كورة ما تشوف ما فهم حتى شي سيسمو مثلا زردوم جبنيه كنا ننتظروا منه واتاكون ما ورى حتى شي الحمد للعبيدي معنات فل صغير ما لعبش برشة لعب يمكن مش برشة وقت ورى خير منه ما نولي لعب أكثر منه إن شاء الله غدوا يك اللي بشارع بيوري ما خير وكاو تميل تعرف ترجع التالي شوية تشوف معنات مع مايكل مع يانيك مع يانيك صحيح وقبل معنات ترجع عملت فنالات مع مايكل نينرامو ودونك في البرود الأخر أشكو موجود موجود كوليبالي موجود فرانك كوم يوسف 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 معنات تفرق الأجانب بين توا في الإستيرانس وقبل فمت عنده معناه فرق كبير بصراحة توا حاليا مثلا أجنبي خرج من بطولة تونسية هو الطيب المزياني سيبطل يتوال خاطر حاجتها بفلوس مختار حاسب برايك التدهور في الكالي تي متاع الأجانب في تونس عميش مرغزولي أنا الحقيقة معنا زفرت لتجابه معنا كانت عنده كالي تي سبيسيال حتى في الزوفارة يعاونيك جابه من جواريتي مايلاوش يقوم ويقوم وياخد كورت ويدخل للزويت ومعنا مايلاوش وما عنده كنتستاذ مع جواريت وداما حتى يتضرب حتى يتضرب فهمتني مايلاوش على الاربيت ومتلا عطيه وانت حقيقة مطاق زاد جواريت بيين ماهو التداور هو جيرا ومتداور المسؤولين لا يجيبون المسؤول إذا كان المسؤول لا يخمام في مشروع رياضي كما قال طارق زيد لا يجيبون على كما نفس الوضعية جواريتنا موجودة في الحكام ثم بعد نحكي لك الحكام كيف كيف لا يفهم مشروع رياضي نقطة أخرى نقطة أخرى نقطة أخرى نحكي عليها طارق قلت أنا منتصر وحيشي لا يوجد جوار بشعبة إيماركي فالنادي الإفريقي لديها مدة فماش نجيح في التهديف التوقيت منتصر اللي تغشش فيه في مقابلة بنجردين أنا بحكم معرفتي بمنتصر هو توقيت ذاكي خاطر منتصر ليس من العادة زادة إلاشي جواريته ما يحميهم يقول قبل دربي خليني نعطيه محملة أكثر ما عايش يا تارق يعني إذا كان منتصر يجي قبل دربي ويكون مغشش الغش اللي ريناه في الندوة الصعفية ولا حتى يخذته ما تسأل على مسؤوليته هو قال أنا شنوه ما عملنا سلطة فورس ولا حقيقة من أفضل لقايات لنادل أفريقي هي مش قبل دربي تارق ما تلجمش توقيت وانا نعرف استراتيجية نجم تكون مختار معنا قرصة بلغة الكورة قرصة الجواريت وخاطر منتصر مستحيل يسيب جوار من الجواريت وحتى لو كان غلط بعد شوائف تحكيني على التحكيم على تقم تحكيم المباراة بالحكام الرئيسي بالمساعدين بحكم الفار زادة فاصل صغير وراجعين مرحبا بي انتو ما تسمعوا في سبور ماكس مع أمين جلانزا من المثلثة للخمسة ماذي ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة على فيم هذه سبور ماكس ما زلنا موصل معكم حتى للخمسة غدوة مباراة دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والتراجي الرياضي لتونسي الإتار الجولة الثالثة بلاي اوف حاليا تلعب مباراة النادي السفيقسي واتحاد بينجردين انتيجة في شوتها الأول سفر سفر انتيجة بين النادي السفيقسي واتحاد بينجردين النجم الساحلي يستقبل الاتحاد المونستيري بعد عشرة دقائق من توق في ملعب سوسا جديد ملعب الأولمبي بسوسا من عرش كان ملعب أولمبي ولا لا بما أنه نحكيه بعد شوية في ملعب سوسا بما أن البيست ملعب أولمبيك مش تنحات تحشت خلينا نقوله في بعض أجزائها نحكي خنيقا مش تنحات مستعاملوه ماذا نستعاملوه مستعاملوه باك سبور وراء بعض أبوية كيف يعيش مستعاملوه فميش ملعب أولمبي ملعب كوت قدم مختار حكام الدربي هو محرز الملكي ساعده أيمن اسماعيل يوسف الجامي كمساعد ثاني حكام رابع كريم الخميري هذوما تقم تحكيم المباراة الفار يوسف السرايري ومحمد بكير هذوما حكام مباراة الدربي من قبل ما ناتى ولم تقلنا على محرز الملكي علم أنه تشكيات تأتي من الجانبي في جامهير الافريقي ومن جامهير التراجي ستقلل كما تعالي يوسف السرايري حكام البار ومحرز الملكي يمكن المباركة Denim sud Naadiq المنطقة يتحدث هذا شخص على جامهير نادي الافريقي وجامهير التراجي زادة تتشكه من محرز الملكي ستشكيم المساعد يوسف الجامي محرز المالكي عام 2009-2010. هو من نواليد سبعة وثنانية. تاريخ. يعطيني تاريخ وين قراء وين يسكن. محرز المالكي يتخل. يتخل المحرز المالكي عام 2009. يعني أنا كنت سابقه في التحكيم. يعني سابقه قريب عشرة سنين أو خلاش سنين سنين. يعني أريد كيف يتخل. صدقني. وهو قعد بعد ما كملت هو صاحبي القريب في الحكام. من حلم حياته هو صغير. مزلنا نترانيو في العمران في التراب. يقول يجي شير وقت زعما نعمل دربي. قلت له لو دربي لازم خدمة. مبارا حتى أصلت بي. قلت له ذاك نهار نترانيو وراك حلمت بدربي. فرحان. حلوة يصر الحكاية على الحكاية. لا لا. هو نعطيك بصراحة. محرز المالكي يعرفوه الحكام الكل. محرز المالكي كان في الشامبيونز ليج. محرز المالكي كانت عنده الطابلو متاع الشامبيونز ليج عام 2021 و2012. نحنا كنمشي ونزفروا البي. نمشي وناخذوا الاربع مراول. الاربع شورتويت والاربع كلاس ما عند محرز المالكي. كانت عنده الطابلو متاع الشانجمون. عنده أخوه عايش البرا يبعط له في كل شيء. مغروم. مغروم. مغروم أكثر مني تتصول. مغروم محرز المالكي حتى في صغار متاع حياته. مغروم براية. اخذية دربي. ما حرز ملتي على المستوى الافريقي. يبدأ اسمه يطلع شوية. نهار سبعة جوان دو مقابلة من اولى مقابلته في في الكعف ان شاء الله بالتوفيق لي. الراس المنى الكعفير والطوكو يذول لي حاجة هكاية. الحاجة عادية بشعتي دربي. من ابرز حكام تونس. قاعد قاعد يسكر فيه في الاربيتراج بطريقة كبيرة. يعني يخصص في وقت كبير في الاربيتراج ويتلانى مرتين في النهار. حاجة عادية بشكون عنده دربي وشكون عنده امتحان. محرز ملتي يعرف قيمة الدربي هدايا. شو امين. التحفو ذات مختلف. اخذوا لي خانك كامل لك يا تارك يا تارك. اخذوا لي. رانيان اولد باب الخضراء. محرز ملتي يقول لك ما كان اسمه بندعها. لكن يقول لك بندعها سيد الحسين. معناها رو رو نحكيو على منطقة شعبية. رو سمعني. راني نحكيو بباب الخضراء ولا تارك ولا غيرو. رابش كون ولد عاسمة وتغرمت بالكورة وتخلت الاربيتراج. رو عندك جمعي. متفقير. سوين تكون في العاسمة عنا برشا حكام ملعب التونسي. هو من يوسف الصرايري اللي حاكم الباق. من ابناء برضو محب للملعب التونسي. مستنى يكون مثلا يوجدكم في ذويح العاصمة. يقول لك يحط روحه مثلا مشجع لفريق في العاصمة. هو ليه ما مشجع لفريق اخر مثلا خارج العاصمة تسير. انا ذي ما عنده حتى معنا. ماجم انتي مثلا من باب الخضراء. وتحب ندي سفيقسي. موجود. موجود. موجودين. 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 ترى. ترى. تحب نعطي رائف موضوع ذا. ولو انا مليش خبير تحكيميا. لكن كما قلت يعني مدارع الحكمة ذا ممتاز ممتاز جدا. انا كونتر حاجة واحد. انا كونتر طاين. مساعد حكم. بروفيوله كله مرأو الناد الافريقي. انا كونتر الحكاية. انا كونتر معني. اي فيت. هو يحب من حقه. من حقه. من يحب التالج. اما كونتر اي فيت. معنا بوري فيت لكلمة اذا. معرز المالكي. مش وقته خطر. معرز المالكي نجم هو يكون في الميليه هو مختار دبوس. بحكم صديقتي لي رو معرز المالكي اخر حاجة عنده اثنين جماعيات. انتي كمانتين على محرز المالكي. محرز المالكي اهو بش كمان. خليك ما نلو وسيع التوفيق غدوة. ونقول له يا محرز راو ماتش راو كبير بالنسبة لك. انتي تونس كاملة تفرج فيك. وانا متأكد لي انتي بش تنجح في الماتش بتيان. وهذا الماتش ميقل الشهاية مية على ماتش السبعة جوان. نزمني عليه. نجي ونحطيه على يوسف الجامي. يوسف الجامي. اللي تعيين وثال بوليميك كبير. اغزل تساول كل راو ما اللي تحطوا سواء بالمريول هذاك عربة ورمائة راو تركي. واضحين. مش نحطيك صحيح رانيان. هذوكم ممساقين يوسف الجامي ومش ستيل يوسف الجامي. اقصر برشة وتو تشوفوه غدوة وتو تراؤوة. مفابركين معناه تساول الليها مفابركين. وليس في الجامي. انا احطيت مقدمة راو. مم. يوسف الجامي هو تاريخه مع النادي الافريقي ولا سواء نماتها. يوسف الجامي هو من حكام اللي الكلوب خسرت على هيدو اربعة وواحد كونت الملعب التونسي. تحكيم محرز المالكي. مم. وما صار شي النادي الافريقي. وقت النادي الفريقي ما باتش في النهارو. هذا يوسف الجامي. يوسف الجامي عمل ديربي اللي قبل مع امير لوسيف. مم. خسرت الكلوب النادي الفريقي واحد بشي. يعني مارتين شد لنادي الفريقي خسرت لا لا خسرت ديما. حتى عندي تاريخ الواحد امتيوه هو خرجهولي الواحد. مقابلات التراجي عمل ست. عمل نهائي السوبر للتراجي. اعمل مقابلة كلاسيكو. التراجي واحد بشي. درب العاصمة مع النادي الفريقي واحد بشي. اعمل التراجي وبنزرت في مناسبتين. التراجي ربحت. مقابلت الكاس مع النجم. هذي اللي خسرت فيها التراجي. يظل لي فهمها. نهائي كاس مع صفيقسي. اخسارها بضربة الجزاء مع النادي الفريقي. هذي النهائي اللي عملوه في جربا. اي محرزة النادي الفريقي. معناها جيو الفين اه رينا مقابلة الشابة انتصار في المنزة اثنين بشي. ربحت القليب على ايدي اثنين بشي الشابة مع ناعيم حسني. وهذه تاريخ يوّع. يا عربي. يعني. لانا نحنا في بلاتو. اخوinal حاشة. رأو الاربيتر اللي يعني بحالة طواوين. رأو انتي عندك بجنبك جمهورك. وضيني تقول العبيته عم في دخلة وحتاك يتقلق. تمشي بعضها جمهورك ويزللك المرار. ما تعتفوش مع عم مختار. خليني بعض. ما عطفوش مع عم مختار. ما نتعطفوش مع عم الاربيتر. تخلي الاخوية بشد الاربيتر. ايه بشد دربيه. ايه بشد دربيه. حتى كنت تكسي بيه. ايه اما عربي عربي حتى الملعبية من دورهم يعاون لبيت العادية. كي جهور عنده ضغط كل جمهور عنده ضغط. كما الاربيتر عنده ضغط. وخير مختار كي يوضح هو. بالعكس دي جهة حاجة. هالك يوضح. بالعكس. خصلك خسارة دمي روي ينسى. قل لحاجة. انا زفار خير كي حكينا اليوم اكي على الاربيتر ووضحت انتي بالارقام. اذيك احسن حاجة عملتها. على خادر شوف قبل الفار روي احنا نعرف بكم لعبية. اللي يحكم في التراع مش الاربيتر روي. اللي يحكم هما اللي يجوز دوتوش. مارا يجوز معنا يخلي لكو رجوع عادي تمشي اذا تخش الاسراز. اذا فعلت كنالتي. عاربي 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 قبل. شفت النادي الافريقي جمهور نادي الافريقي موجود. روي الاربيتر بشي دز شوية مع النادي الافريقي فكلي كفرون لدي تاي. نحنا نقوله في لغتنا القشور. عادي. 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 بالنسبة اللي طوى طوى. اي. انا عندي انا هاو بش نزيد الرطحك جملة ورطح المستمعين. سواء اللي 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 قطحوا في يوسف الجامي اللي هو انسان راو كوريكت. دينار احمر ما يقبلوه سيوسف الجامي على عدو ولا يبدأ كله لعائلته. يوسف الجامي كيف كيف من منطقة شعبية. راو يوسف الجامي هنا دورو ثانوية. يوسف الجامي وتنزم تمركي النادي الافريقي. ويناح يقوله الفار. راو مهم اتوا التواسع معاش تنزم بتخاف منهم. حتى الاربيتر. طو ولا ولا الاربيتر الفار عنده قيمة متقلش اهمية على قيمة الاربيتر المختار. اشرف. امين على جوز تعالى اللي هو الاربيتر العربي قال تصوروا بمرورو الكليوب. تبقى العكس هو كي هبط تصوروا بمرورو اللي هو يركز اكثر. يقول لك لقدر الله كنغلطة يدوروا علي. فمنتخير من الاربيتر ما عبدتش تصور بمرورو جامعية ويجي حال وربورو اشرف ما عبدالي. الماليول هذا ما عبدش في ماتش اميل لوسيف. ماتش اميل لوسيف فهو عمل دربي وما خرجت. خلي تاريخ يتفعل في الموضوع. بل من نسكر سعاله ليه. شوف. كما الصحفي كما الحاكم راه عنده اهوار رياضية. نحن راه مدينش نقرأوا ديريكتي مع الصحافة. عنا جمعيات تعاطفنا معاها. من الضروري نحاول انه نكونوا اوبجيكتيف. كما الحاكم زادك في كيف تخلقي حب جمعية وكل شيء. شوف باش نسكروا موضوع نهايين عربي مختار. اكثر اربيتر ديكلارية في تونس. كلوبيست هو سليم جديدي. كان تاريخ يتطلو فيه باشي تعيين. شوف معناه اليوم محرز ليهو سوادي زون خرج ليهو مكشخ. وإلا يوسف ليهو كلوبيست. دونك هما امام مسؤولية انه بيش يكذبوا الكلام هذي. ولتسي محمد صالح الجديدي الله يا رحمه. لا لا اسليم تاريخ تطلو فيه. معناه هذا معيار نزهل اليوم. يوم خمسة ثواني معاربي. خمسة ثواني. شوف شوف. احنا حالينا بارانتازة دايا. عليش انا حكيت. على خاطر من الاول موسم التوى. بتاريخة اللذي تونسي. ستة عشرين مباراة. ما خذيت حتى بنالتي. وقت ايش خذيت بنالتيات. كرجع على الفار. كرجع على الفار عطاء كل حد حقه. معنا ترجع حتى لتاريخ بلرة. اربعتاش وزوس. ليه ترجع من المباراة المستير. وشمبيونز ليج. وشمبيونز ليج وشمبيونة اليروتور. اه تحكي. انا خذيت حتى بنالتيات. يام بعد الفار. ايام بعد الفار. صحيح. مارتين بالفار. عطاء كل حد حقه. معنا اللي يستحق يستحق وليما يستحق. احاسبوا بعض اللعبة عربي. حاسب يوصف في الجيمي ومحبس. ليه معنا. بشتحكي لي على الفار. مقدار. في اول ساعتنا الثانية بشتحكي لي على الفار وما داء نجاحه في بداية ساعتنا الثانية. فاصل الاخبار ورجعي.